جهاز المناعة لازم قبل ما نتكلم عن تحفيزه نعرف هو ايه هو ايه جهاز المناعة اصلا لان في ناس كتيرة بتوعد تقول هي المناعة دي عبارة عن ايه بالزبط يعني انتوا دايما كأطباء تقولوا ايه جهاز المناعة يشتغل المناعة تبقى قوية هي المناعة دي حاجة ملموسة يعني نقدر نتكلم عنها نقدر نحدد لها اماكن مثلا علشان كده عايز اشرح لكم في البداية يعني ايه جهاز المناعة جهاز المناعة الخاص باجسامنا عبارة عن شبكة معقدة جدا جدا من الخلايا والبروتينات واجزاء محددة من الجسم وظيفة جهاز المناعة هي الدفاع عن الجسم ضد اي عدوى تمام منطقي ومقاومة وهزيمة الامراض اللي بتسببها البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفايليات المناعة مسؤولة عن التعامل مع كل الحاجات دي مش مع البكتيريا مثلا بس ولا الفيروسات بس ده كله خلاص وكمان من وظائف جهاز المناعة مش بس بقى الدفاع وهزيمة المايكروبات دي لا ده كمان من وظائف المناعة المهمة قوي التعرف على المواد الغريبة المحيطة بينا اذا دخلت الجسم يعني ايه المواد الغريبة يعني مثلا احنا قاعدين وفيه غبار ففيه غبار كده استنشقناه خلاص جهاز المناعة بيتعرف عليه بيتعرف على الغبار اللي دخل ده أثناء مثلا الاستنشاق أو لو حد لا قدر الله مثلا تناول حاجة أو شم أبخرة أو حتى تناول حاجة مثلا في الأطعمة أو ما إلى ذلك وكانت غريبة عن المفروض أنها بتدخلش الجسم جهاز المناعة مش بس بيتعرف على الحاجات دي لا على الحاجات الغريبة اللي بتدخل الجسم ده كمان بيحيدها يعني إيه بيحيدها؟ يعني بيخليها ملهاش أثر زي ما كون بيحصرها كده يقول لها خلاص نمام أنت دخلتي هنشوف بقى طريقة الجسم هيتعامل معاك إزاي للإخراج إنما لحين أن يحدث ذلك أنت متحيدة أنت موقوفة أنت قيد الاعتقال خلاص مش هتعملي حاجة في الجسم ده لغاية ما الجسم ده يقرر هيتخلص منك إزاي هيتخلص منك بقى بالكحة يعني إنه لو حاجة مثلا إحنا استنشقناها غلط هيتخلص منك بالإخراج سواء البراز أو البول هيتخلص منك في حاجة تانية وهكذا هيتخلص منك عن طريق الكلا عن طريق الكبد برحته لغاية ما الجسم يحدد هو هيعمل إيه والجهاز أو العضو المسؤول عن الشيء الغريب اللي دخل ده هيتعامل معاك إنتي مش هتعملي حاجة في الجسم ده دي برضو وظيفة مهمة قوي للمناعة يبقى المناعة مش بس بتدفع عننا ضد المايكروبات المايكروبات كلها زي ما قلنا بكتيريا وفيروسات وتفايليات وكله وكمان من وظيف جهاز المناعة محربة الحالات المرضية اللي بينتج عنها تغيرات في خلال جسم زي إيه؟ زي الأورام يعني ربنا يعافي الجميع الأورام هي عبارة عن إيه؟ الأورام مرض لكنه مرض غريب قوي هو عبارة عن تكاثر عدد كبير جدا جدا من الخلايا اللي موجودة أصلا في الجسم فتقوم الخلايا دي تكتر قوي فتبقى مضرة على الجسم برضو المناعة المفروض إنها بتقاوم حاجة زي كده لكن لما بيحصل بقى لقدر الله الورم يبقى هنا مش معناه كده إن المناعة ما قامتش بوظيفتها ولكن معناه كده إن الأمر كان فوق طاقة جهاز المناعة ترجمة نانسي قنقر